اشتركوا في القناة اعمالين نفكر احنا السنة اللي فاتت جيبنا لها ايه والسنة اللي نادي ممكن نجيب لها ايه وافكار كتير او طيب خلونا نتفع على حاجة النهاردة ايه هي عايزين نعمل هدية جديدة حاجة مختلفة حاجة مختلفة عن السنين اللي فاتت كلها حاجة تفتكرها سنين و سنين قدام ربنا يبارك في كل امهاتنا يا رب بس في حاجة عشان نشوف هديتنا النهاردة تكون مختلفة وعلشان تكون مؤثرة اوي هنعمل حاجتي الهدية المادية عشان ما حدش يقول لي بعد كده احمد قال ما نجيبش هدية لا ما نجيبوناش الكلام الله يخليكم كده كده لازم الهدية هدية مناسبة في حدود امكانياتك وفي حدود امكانياتك وفي حدود تقدروا يعني ايه السنين اللي فاتت وممكن نجيب ايه السنة دي و ايه الجديد المهم تكون حاجة تفرحة لكن انا اللي يهمني النهاردة مش الهدية المادية عايزين هدية مستمرة هدية في تصرفاتنا في سلوكنا في عادتنا مع الامهات نغير من ده طيب ايه اللي ممكن نعمله تعالوا نفكر سوا الام في النهاية ست وكل ست عندها حاجات اساسية في حياتها بتفرحها سواء كانت من جزها ولادها اخواتها في حاجات اساسية اول حاجة نتكلم عنها في فقراتنا النهاردة الاهتمام وطبعا جاوه بقى الاهتمام ما بيتطلبشه اللي انتوا عارفينه ده لكن الست دايما محتاج اهتمام طب احنا ممكن ندي الاهتمام للام ازاي ازاي تكون هدايتنا ليها الاهتمام انا افكر معاكم شوية افكار كده ومع بعض في التلتصالات وعلى الفيسبوك في التعليقات واسمع منكم رأيكم ايه في الافكار دي اول حاجة النهاردة المطبخ اه زي ما سمعت كده المطبخ سواء كنت راجل او ست الست بتحتاج دايما تحس انك مهتم بيها والام زي ما اتفقنا ست طيب احنا النهاردة عايزين ندخل مع الام المطبخ ونساعدها نناولها حاجة لو احنا ما بناش بنعرف نطبخ يعني مش لازم تحرق حاجة يعني خليك في اللي تقدر عليه طبعا البنات عليهم دور اكبر من كده البنات لازم ساعد اكتر مع الام ريحوها طيب هنريح النهاردة بس هنريح يمعيد الام بس لا خلينا نعمل جدول يعني كل انا عندي جدول سواء انا طالبة او 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 اتجوزتي او سبت البيت او ايا كان المهم يكون فيه جدول كده تساعد فيها ست الحبايب في المطبخ نعمل معها حاجة في الاكل نساعدها في الشقة في ترتبات المهم نحسسها بالاهتمام ان احنا مهتمين بيها وبالمجهود الكبير اللي هي بتعمل يبقى اول حاجة ايه المطبخ تاني حاجة معنا اعودوا معاها كده وفكرواها بذكرياتكو زمان هي كانت معاها بتعمل ايه معاكو زمان والحاجات الحلوة والمواقف الجميلة والافكار اللي كانت بتعملها عشان تساعدكم فاكرة يا ماما اللي كنا بنعمل كذا فاكرة لما كنت بتعملين لنا كذا افتكروا افتكروا كتير قوي حتى لو بش فاكرين خلوا الاب يفكركم افتكروا معا ايه اللي هي كانت بتعمله انتو صغيرين فرحوها الحاجات دي هتفرحها جدا مش بس كده خلوا الاعداء عاملة زي اعدت الاصحاب انا عارف ان احنا كلنا وحنا عاديين مع اصحابنا صوتنا بيملى الدنيا وبيجي الاخر الشارع وبنقعد من فرفشين ومبسطين ونيجي عند الام خلاص بنكشر او بننشغل خلاص يا ماما بقى بعدين عايزين نغير العادة دي خلي العادة بعد كده مع امك الدحكة الفرحة يعني انتو ما تقعد مع امك تقعد مصدر البهجة في البيت مصدر فرحتها كمان لو غبت شوية او لو روحتي الشغل انت شوية ولا مش موجودة في البيت ولا في دراستك الام لما تفتكرك تضحك تنبسط مش تقول يا اه بركة ان خرجوا من البيت بلواجع قلب الامات ما بتقولش ده من فراغ لا من تصرفاتنا احنا يبقى اتفعنا اول حاجة هنساعدها في الموضوع وفي البيت وفي اجراءاتنا جوه البيت تمام تاني حاجة ان احنا هنحكي لها عن ذكرياتها معانا وانحنا قد ايه احنا فاكرين قد ايه مبسوطين بدا وكمان قعدتنا معاها تبقى قعدة حلوة نفرحها نبقى مصدر فرحتها وساعدتها في البيت لان هي عليها ضغوط كتير جدا سواء لو كانت بتشتغل او مش بتشتغل في الحالتين عليها ضغوط كتير جدا فنعمل لنا جدول كده اعادات معاها وانفرحها حاجة تانية حاجة تانية عكسها اه عكسها اقولها كلمتين حلوين كده انت هم هتحلوي كل يوم يا ستة وراجل ده كان انت جوزت الراجل ده ازاي معلش الابهات نعدي معانا شوية الليلة ديت عدوها معايا المهم ان احنا نفرحها عكسها هتشتمك عادي هي مبسوطة هدي حركات امها هي تشتري مني اخر حاجة معانا ما تعملوش الحاجة زي ما هي بتطلبها بالظبط يعني لو اليها طلب ما نعملوش زي ما هو بالظبط لا نعمل احسن شوية خلوا عشامها دايما في محل ما تعملوش الحاجة على قد اللي هي بتطلبه بس لازم الام في يوم الام تحس بالاهتمام ودايما تحس بالاهتمام نطلع فاصل ونرجع نكمل ايه تاني غير الاهتمام ممكن نقدمه للام رجعنا تاني وهدية عيد الام وازاي نختار هدية مختلفة السنة دي اتفقنا قبل الفاصل ان احنا اول حاجة هنقدمنا لامهاتنا جنب الهدية ها جنب الهدية المادية ما توضناش في داهي اول حاجة كانت الاهتمام تاني حاجة بتحتاجها كل ست وخصوصا الام الامان او انا اقدر احسس امي بالامان ده هي اللي بتحسسني بالامان ايوه هي بتحسسنا بالامان واحنا صغيرين وفيما بعد واحنا كبار كمان لكن في اوقات بتبان قوية قوي لكن هيا من جوة محتاجة حد يطمنها حد يحسسها بالامان طيب ممكن نحسسها بالامان ازاي اول حاجة فالصحة خدها كده خروجة حلوة كده انججها في ايدك كده وخرج تمشى بيها مش لازم يعني اعتبارها يا عم خدها وخرج معاها خد يها وخرج معاها اتفسحوا طمنوها حاسسوا ان هي مش لوحدها في الدنيا دي وان انتو هدفكو انك تفرحوها وتبسطوها خروجة مع امك او مع امك بسيطة خالص ساعة ولا ساعتين الام بترضى بقى اقل حاجة بس خرجوها وانتو مش متضايقين مش خرجين اللي هو يلا يا ماما بسرعة يا ماما بسرعة لا خرجوا تفصحة ومكان ما هي تحب تحب تزور حد ماشي تحب تتفسح في مكان ماشي المهم تكون هي مبسوطة يكون هدفنا ان هي تكون مبسوطة وفرحان يبقى اول حاجة في الامان الفصحة الحالو ايه كمان احفظ جزء من القرآن او ما تيسر من القرآن وقلها يا امي انا حفظت القرآن ده او بدأت احفظ في القرآن عشان قلبسك تاج الوقار يوم القيام علشان انت يوم القيامة تتباهي بيا انا عايز مش بس بس اسعادك وطمنك في الدنيا لا كمان بعد عمر طويل كمان في الجنة كمان ياه يا على فرحة اي ام اي ام لما تقول لها انا بحفظ القرآن عشانك انت طبعا انت مخلص لله طبعا في قراءة القرآن وفي حفظك للقرآن لكن فيه هدف كمان معاك انك تلبس امك تاج الوقار حاجة تطمن امك اوي طيب عندنا كمان لو الام ربنا يعافي كل امهاتنا يا رب لو الام تعبانة اخدموها اخدموها صحة اخدموها ما تحسن غير ما تحسسوها ان هي تقيلة محدش عارف مين محتاج مين صدقوني اعددك جنب امك وهي تعبانة ولو حتى تعب بسيط لو شوية برت مجرد ان هي تحس ان هي وهي تعبانة ولادها بيسألوا عليها وبيتطمنوا عليها طيب لو مش معاها في البيت لو نقدر ناخد اجازة ونروح لها او نتواصل معاها باستمرار ولو مسافرين نكلمها مجرد ما بنكلمها مرة واثنين وثلاثة في اليوم بتحس ان ولادي مهتمين بيا ولادي محسسيني بالامان ان انا لو تعبت مش هبقى لوحدي ولو انا معاها في البيت طبعا بي حاجة تانية خالص لذا المفروض تكون في منتهى منتهى الراحة ما ينفعش الام تحس ان هي لو وقعت محدش هيسنادة محتاجين كمان في الامان تخصيص شوية وقت كنا بنقول ان الوقت بس مش اللي هو ان احنا هنقعد معاها كده تتكلم ونكلمها لا احنا محتاجين وقت تاني كمان اللي هو مشاور الخاصة بيها نقعد نسمعها تتكلم 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 وإحنا نسمعها طيب ناخد معنا اتصال تفضل تفضل عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا هاجة اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك محضر غزالي محضر غزالي تفضل انا معاك يا هاجة اشكرك مرسي بيك يا مرسيت اسلامي اهلا بيك خليك عايزين بقى اهلا طول التواصل كثير من اقتعش اشقا تسند الكلام كده لواء عشان هي تحس ان انت معاه وسيبها تتكلم تاخد راحتها وخلي بالكم كل ما الام كانت اكبر في السن كل ما بتحتاج الحتة دي طيب ايه كمان في الامان اه لازم هي تحس الام تحس ان انت هدفك وان انت هدفك ان محدش يسبقكو لرضاه لن يسبقني احد الى رضاكي تحس دايما ان انت لما هي بتطلب حاجة منك او منك ومش من اخواتك ان انت يعني لو ايه انا فزت بالطلب ده مش اللي هو اللي هو يعني طيب ما تخليها اختي اللي تعمل وتخليها اخيها اللي يعمل لا لان فرصة امي طلبت مني حاجة دي نعمة كبيرة جدا فلازم الام تحس ان محدش هيسبقك انت ابدا ولا هيسبقك ابدا لرضاه رضاه ده هدف كبير جدا عندك وان ما فيش حد في اخواتك حتى هيسبقك لده طيب ناخد اتصال مع انا عالي تفضل السلام عليكم عليكم السلام وحتى الله وبركاته ازاي حضرتك الحمد لله حضرتك البلنامج جميل جدا وانا عناك على البلنامج وعلى كل حاجة اشكرك يا عالي ربنا يخليك حبيبي شكرا جزيلا ايه رأيك في حلقة الام النهاردة هتجيب هدية لولدتك ايه انا جيب هدية يا بوش انا يعني كفر من الصفحة عشان اعرف ايه اللي هدين لولا جابه طيب كويس احنا قلنا نقطتين يا عالي نهاردة احنا قلنا ان احنا عايزين نوفر لها الاهتمام ونوفر لها الامان وقابل كل دول الهداية يا عالي هداية المادية يا عالي يصري جيب لها حاجة حلوة كده عشان بترجاش تقول لي بقى ايه ده ده قالولنا الهداية بس معنوية لا ده وده احنا على طوب محوشين يا باشا على طوب ربنا يبارك فيكم ويبارك في كل امهاتنا يا رب اللهم امين اتفضل اتفضل انا كنت عايز عن طريق النامج وقال لامي كل سنة انت طيبة يا اغلى حاجة في الدنيا كل سنة وهي طيبة وكل سنة كل امهاتنا طيبين وبخير شكرا 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 يبقى كده معنا يا جماعة الاهتمام والامام بعد الفاصل نكمل مع بعض هدية عيد الامر اشتركوا في القناة شركة الدرة للسياحة اختر الرفيق قبل الطريق سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن اشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الراحة مع المطوف المتميز الكرامبوشا مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام مع نخبة من الدعاء يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب فضيلة الشيخ سعة عرفات وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات راحة وأمان مع وسائل النقل جواً وبراً شركة الدرة للسياحة خدماتنا تتفوق على أسعارنا اتصل بنا الآن أهلاً بكم مرة تانية والموضوع كبير أهلاً طيب ناخد تليفون في الأول كنوز الدنيا كلها والله ما تغلاش عليها طبعاً طبعاً طيب التقدير حاجة اي حد في الدنيا بيعمل اي عمل في الدنيا وبيتعب فيه بيفرح قوي لما يحس ان اللي عمله ده متقدر وان الناس اللي حواليه حاسين بتعب ومقدرينه وساعات كمان يباحنا تعبانين قوي لكن لما الحس ان اللي قدامنا مقدر اللي احنا عملناه الطاقة تتجدد ونعمل تاني وتالت ورابع الام كده الام ما متخدش اجازة ابدا وما فيش هدية في الدنيا تكفيها لكن التقدير بيحسسها انها عندها طاقة اكتر وتقدر تعمل اكتر واكتر كمان طيب احنا ممكن نحسسها بالتقدير ازاي مبدئيا احكي لها عن شغلك او عن دراستك يعني انت في الشغل كده عندك مشاكل وبترجع البيت سواء انت في البيت او متجوزة كلمي امك او كلم امك قلها والله اني عندي مشاكل في الشغل كذا وكذا وكذا حتى لو ما عندكش مشكلة حتى لو هي مش هدغة تحل المشكلة دي لكن مجرد ان انت تحكي لها عن مشكلة عندك وتسمع رأيها فيها وبعدين تقول لها يا يا امي والله مش عارف من غير كنت عملت ايه حتى لو الموضوع مش هيحل حاجة حتى لو ما فيش مشكلة اصلا اخترع لها حاجة واخد الرأي اللي هي هتقوله قول الله الله يا امي والله مش عارف من غير كنت عملت ايه عندنا كمان حاجة مهمة جدا 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 بس هنقولها بعد الاتصال تفضل ابي عبدالله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزحمة اتفضل معك كل السلام عليك طيب وانا بقول لكل ام كل سنة وهي طيبة ويعني ربنا امني ربنا يجعل عادها دايما تعيد في الجنة ان شاء الله والحمد لله وربنا عوضني بعدها بثلاث امهات الاثنين ثلاثي وحماس ربنا يبارك في عمرهم يا رب وربنا يبارك في عمر كل ام وكل سلام وكل ام طيبة وخيرة ان شاء الله وحضرتك بصحة وسلامة وكل امهاتنا بخير وسعادة يا رب شكرا شكرا اتصالك باب عبدالله شكرا جزيلا اخر حاجة بنقولها مع بعض زي ما اتفقنا التأدير بسها بسها في الراحة وفي الجاية بس ايديها ورجليها وبس راسها قلها كلمة حلوة تسلم ايديكي دايما فرحها باي حاجة هي بتعملها ودها ود حبايبها هديهم وخصوصا اختك طبعا هدي كل احبابها كل اللي هي بتحبهم حسسها بالتأدير انك بتقدرها وبتقدر كل اللي هي بتحبهم اخر حاجة ما تخلوش الهدية سواء كانت المادية او المعنوية النهاردة بس لا الهدية تكون مستمرة وخصوصا المعنوية يا جماعة الام تستهل كتير قوي والام متوفية عنده خلته عمته حماته صديقة امه الناس الكبار الامهات الكبار في دور المسنين فرحوا كل ام كل ام تشوفوها كل سنة وكل امهاتنا بخير وصحة وسعادة شوفك على خير ان شاء الله وحلقة جديدة والموضوع كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة